انسحب طلاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة من مؤتمر يضم دبلوماسيين أمريكيين سابقين ورددوه تفاتر وفضة للاحتلال الإسرائيلي كما رفعوا لفتات تدعم القضية الفلسطينية ونشرت صفحة اتحاد طلاب الجامعة مقطع فيديو لهتاف طلاب الجامعة ضد الصهيونية بحضور السفيرين الأمريكيين السابقين لدى القاهرة دانيال كيرتزر وفرانك وينزر مؤكدة أن 150 طالبا انسحبوا مما وصفته بنقاش مدعوم من الاحتلال الإسرائيلي بسبب تواجد كيرتزر الذي شغل منصب السفير الأمريكي في تل أبيب خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش حول هذا المشهد انضم إلينا أحمد البقري نائب رئيس اتحاد الطلاب المصريين سابقا أحمد برحب بيك كيف رأيت هذا المشهد يمكن بقالنا فترة طويلة ما شفناش مشهد بهذا الحماس ما شفناش طلاب مصريين يعلنون الموقف الملخضية الفلسطينية بهذه الحدة وبهذا الوضوح وهل دلأ انه في الجامعة الأمريكية مش في جامعة حكومية ولا ايه الموضوع يعني في البداية أهلا بك أستاذ تامر وأهلا باستاذ مشاهدين في الحقيقة نحن يعني ما نقدرش نفصل المشهد الحركة الطلابية عن المناخ العام التي الذي تشهده مصر منذ انقلاب 3 سبع 2013 وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تأميم كامل للحياة في مصر تأميم للحياة السياسية وعدم إعطاء مساحة للتعبير عن الرأي ويعني خروج سواء في مظاهرات سواء داخل الجامعات أو خارجها وبالتالي نحن عمام مشهد يعني في حالة شديدة جدا من تزايد حالة القمع تجاه الحركة الطلابية لكن خلنا نتكلم عن المشهد اللي حصل النهاردة ده بيقول إن البصلة الحركة الطلابية على مدار تاريخها هي بتخوض نضال كامل أو على مدار تاريخ الحركة الطلابية ناضلت من أجل قضية فلسطين وبالنسبة للمصريين قضية فلسطين هي القضية الأم وهي القضية الأهم في الدفاع عن القدس وعن المقدسات وخلنا نقول إن هذا المشهد الذي رأيناه اليوم رغم زي ما اتكلمت في البداية رغم حالة القمع الغير مسبوقة التي تشهدها مصر وتأميم كامل للحياة الطلابية داخل أرواق الجامعات المصرية وإن كان هذا حدث في الجامعة الأمريكية هذا يؤكد على أن الموقف الرسمي المصري لا يعبر بالكامل أو لا يعبر بشكل رئيسي عن جميع الشعب المصري الشعب المصري يرفض التطبيع يرفض الجري خلف أو الهرولة تجاه الكيان الصهيوني المحتل ويؤكد على للأسف الشديد حالة الخزي العربي الذي نشهده حتى هذه اللحظة حينما حدث عدوان مؤخرة منذ عدة أيام على قطاع غزة لم يحدث أي إدانات من حكام العرب بينما سواء كان على هؤلاء مجموعة من الطلاب أثبتوا أمام مجموعة من المسؤولين الأمريكيين أن الشعوب العربية حية وأن الشعوب العربية ستظل عقب أمام حالة التطبيع الكامل لكن خلنا أقول لي السامر أنه على مدار تاريخ الحركة الطلابية نوضلت الحركة الطلابية على مدار تاريخها في دفاعا عن القضية الفزسطينية لو أتكلمنا عن إضراب 1945 والموقف الشهير الذي حكم دار القاهرة أرسل خطاب لنقراش باشا رئيس وزراء مصر أنا زاك وتحد عن التضامن الطلاب وإضرابهم في عام 1945 للقضية الفلسطينية مرورا بـ 1971 تكوين طلاب في جامعة هندسة جامعة القاهرة أيضا للدفاع عن القضية الفلسطينية انتفاضة الفلسطينية الأولى التي هي ما سميت بانتفاضة الحجارة عام 1987 كانت في ديسمبر مجزرة الحرم الإبراهيم التي كانت تقريبا في التسعينات كانت أكبر مظاهرة خرجت في الجامعات المصرية كانت للتضامن مع الفلسطينيين فلسطينيين انتفاضة المظاهرات التي خرجت بعد اغتيال محمد الدرة اغتيال الشيخ أحمد ياسين والانتفاضات التي خرجت في القاهرة هل في الفترة انتعدت عدد كبير جدا من المظاهرات والتفاعلات الطلابية مع الأحداث في فلسطين كل هذه حدث أيضا في ظل عبد الناصر وفي ظل سادات وفي ظل مبارك طول الوقت كان في حراك طلابي وتفاعل مع القضايا أو قضية فلسطين بشكل عام هل هذه العصور كانت عصور ديمقراطية مثلا ما طول الوقت كان فيه موجود قامع وكان فيه حكم بوليسي وكان فيه سيطرة من الدولة على الحرم الجامعي إيه اللي تغير يعني خي نقول ان الحركة الطلابية في نضالها عن مدار تاريخها اخذت نضالات كبيرة جدا سواء زيما انت احضاك اشارتك مع عبد الناصر أو مع السادات أو مع مبارك لكن الحركة الطلابية لم تشهد أسوأ مراحلها على مدار تاريخها حتى في عهد الاحتلال الإنجليزي لم تكن هذه حالة القمع الشديدة جدا تجاه الحركة الطلابية كما نراه الآن يعني هديك مثال بسيط في عام 1945 حينما خرجت مظاهرات طلاب مصر تجاه ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر قتل تقريبا الاحتلال الإنجليزي المظاهرات الشهيرة الكبري عباس تقريبا قتل 12 أو 13 طالب نتحدث منذ انقلاب 3-7 وحتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 300 طالب جميع يقتلوا داخل أرواق الجامعات وخارجها وآلاف من الطلب المعتقلين أيضا حتى في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك لم تشهد الجامعات المصرية تأميم بهذا الشكل يعني كان هناك هامش من الحرية للحركات والكائنات الطلابية حتى رأينا مثلا على سبيل المثال حمدين صباحي عبد العام عبو الفتوح الدكتور عبد العام عبو الفتوح الدكتور البلتاجي الحركة الطلابية على مدار تاريخها كانت تفرز المزيدنا القاد لكن خلانا نقول انه وده لا يفصلنا تماما على المشهد العربي اللي احنا بنعيش من اليوم نهاردة احنا بنعيش مرحلة غير مسبوقة حتى العالم العربي نتحدث هنا عن صورات مضادة ضد إرادة الشعوب تحاول قمع إرادة الشعوب في التعبير وفرض واختيار من يحكمه ومن يمثلها. نجد أن هناك مجاعة في حرب اليمن. نجد أن هناك اقتتال غير. لا نعلم متى سينتهي في سوريا. كل هذه الأمور للأسف الشديد كان لها انعكاس سلبي جدا على القضية الفلسطينية. رأينا توغل فاحش جدا واستهتار بالإرادة الشعبية وإرادة العالم العربي. في حين أن ترامب نقل الصفراء الأمريكية من القدس من تل أبيب إلى القدس. في تحدي كامل لمشاهل العرب. حتى نتنياهو قال في أحد تصريحاته مؤخرا أن ترامب أبلغت أنه لن يكون هناك رد فعال العربي. لأننا نتحدث الآن عن ارتدادة وانتكاسة عن العالم العربي. لكن أرجع ثاني أنه من الممكن أن تقمع الشعوب للحظة. ممكن أن تقمع الشعوب لفترة. لكن لا يمكن أبدا أن تستطيع أن تسيطر على هذه الشعوب. أنا أختم ممكن في هذه الجزية التي أشرت إليها إلى نضال الحركة الطلبية. نحن الآن نتحدث وحتى الأنظمة التي أتت توالت على ما بعد عبد الناصر والسيدات ومبارك. جميعهم رحلوا. والآن نتحدث عن نضال الحركة الطلبية التي نضلت من أجل امطارة استقلال مصر. الحركة الطلبية كان لها موقف واضح جدا في غزو العراق. كان لها موقف واضح جدا في الانتفاضة الفلسطينية. حتى في الحقوق. حتى في الدفاع عن استقلال مصر. حتى في التحول الديمقراطي. الحركة الطلبية أيضا كان لها دور كبير جدا في الثورة المصرية في عام 2011. حينما انسحبت الشرطة من بعد مظاهرات 25 ناير. وحتى ما بعد جمعة الغضب من حمل جامعات المصرية. هم الشابة. الآن السيسي يحاول بشكل كامل جدا قمع الحركة الطلبية. ومنع خروج أي مظاهرات ضده لأنه يعلم تماما أن أي مساحة من الحرية. أي مساحة للتعبير عن رأي ستكون هي بداية هذا النظام. وبالتالي نعاوز أقول أنه نحن الآن نتحدث عن معركة وعي تخوضها الحركة الطلبية لأنه حالة القمع هي حالة شديدة جدا. لكن حينما نجد أن نعبد الفتاح السيسي على مدار. خلونا نتحدث مثلا على سبيل المثال. أنا بس يحمد أبوض وعي تخوضها لك. وسائل التعبير عنه. خلونا نتكلم عن جزئين. فكرة أنه لم تعد قضية فلسطين هي قضية في وجدان الشعب المصري أو في وجدان المصريين. هذا كلام أعتقد غير صحيح بالمرة أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري في وجدان كل مصري. وما عبر عنه المصريين بتلقائية شيئة جدا في استاد القاهرة في نهاية كأس الأمور الإفريقية. في تحدي كامل لآلة القمع وآلة الاستبداد حينما هتف المصريين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وحينما انتصر العلم الفلسطيني أو اعتقل عبد الفتاح السيسي العلم الفلسطيني. والشاب الذي رفع هذا العلم يدل على أن هذا الشعب هو هذه القضية في وجدان. وأن هذا النظام وصل لدرجة متدنية من الخزي والعار إلى أن يعتقل العلم الفلسطيني ويعتقل من يرفعه. وبالتالي هذه القضية في وجدان كل مصريين. لكن إذا كنا نتحدث عن التضامن والتفاعل مع القضية الفلسطينية من خلال تظاهرات داخل عرقة الجامعات أو خارجها. أنا نتحدث الآن عن آلة قمعية غير مسبوقة. لا نتحدث فقط استثمر عن آلة قمعية بشكل مباشر. نحن نتحدث عن مرحلة غير مسبوقة. أضرب مثال أنه في ألفين ما قبل ألفين وعشرة لا يمكن أبدا أن نتحدث عنه في ألفين وثلاثة عشر. يعني لم تكن المدرعات والمدببات داخل والمجنزرات داخل عرقة الجامعات اليوم. المجنزرات والدببات والمدرعات تطوق أرواكة الجامعات. هناك أحكام عسكرية تحكم على الطلاب. هناك قضايا رأي. بالتالي نتحدث عن لم يكن قمع بالسلاح فقط. هناك تدريك في التعامل مع حركة طلابية عن طريق إما المحاكمات العسكرية والتقالات. أحمد البقري نائب رئيس اتحاد الطلاب المصريين سابقا شكرا جزيلا على هذه المشاركة.